أمد بيخي كيف شفت فوز العراق اليوم بهذه المباراة؟ أولاً مبارك للمنتخب العراقي حقيقة أنا كنت من ضمن اللي ذكرت أنهم قير متوقعين فوز العراق لكن لا مستحيل في كرة القدم مش أنت بس معظم معظم نعم يعني وفق المعطيات نعم أنا أعتقد المنتخب العراقي اليوم قدم نفسه بشكل كبير جداً أولاً نشوف أن التحضير النفسي مهم جداً في الأحداث اللي حدثت للمنتخب العراقي أثناء الدورة الاختلافات أو الانتقادات الكبيرة اللي يتعرض لها الاتحاد العراقي أو الجهاز الفني فالعمل الرهاني الأول كان في هذا التقيير وهذه القوة وهذه اللعب الكبير من اللعب العراقي اليوم اللي شاهدنا معناه أن هناك عمل نفسي نجح فيه الاتحاد العراقي أو أنه زي ما ذكرت على رأسه اللاعب قبير لهو أبنان درجال الجهاز الإداري والجهاز الفني ما جاء هذا الفوز وهذه الروح هذه العطاء عبث خصوصاً أن الفرق بين المنتخب العراقي في خليجي وفي آسيا تلاف تذريف على مستوى اللاعبين اليوم عدد المقتربين أكثر بكثير فهذه الروح عطى تول شيء النظرة كبيرة جداً من المنتخب العراقي النقطة الثانية أن المنتخب العراقي بدأ خير خايف هو اللي هاجم هو اللي سجل كنت أعتقد أنه طبعاً وفق قوة الفريقين أنه بيكون متحفظ الشوط الأول ولو تحفظ الشوط الأول وما يسجل أنا أعتبره برضو نجاز بالنسبة له يقابل واحد من المنتخبات المرشحة المهم بالنسبة لي بنواف هذا الجمال اللي حقق المنتخب العراقي هل هو يعتبر بطولة أو هو جاء من أجل البطولة هنا المفصلية حينما على الأسف بعض الفرق الصقيرة أو المنتخبات الفرق أنا أتقرأ على ابتبار كل واحد يشوف الدوري حق يعني تجي للفرق الكبيرة تفوز عليه تقلب كل الموازين اليوم لما ناخد مثال منتخب العراقي بهذا الجمال منكم الآن على الطاولة يتوقع يلعب مباراً نهائيا مع كل ما قدموا المنتخب العراقي إذا تكلمني عن مقياس لمباراة اليوم المباراة ما ندري عنها تختلف مستحيل يكون مقياس تحدد أنت اليوم بس أنا أبغى أن طلق أبغى أن طلق أصبح مرشح فرق هل جاء أم لا يوجد فرق أخذها في ذات السياق إذا تقول بعد فوزة على اليابان الشباب احنا تكلمنا قبل شوي أنه هسا مسارة في البطولة تغير أنا سؤالي هل أنت توقع في لعب النهاي؟ يعني مسارة تغير لربما يوصل دور الأربعة ممكن شف رغم كل هذا الجمال اللي قدمه على أنه يقول لك دور الأربعة ليش يعني بالمستوى اللي قدمه العراق اليوم ما يقدر يوصل النهايي؟ لا أنا اتفق معك أساس أنا ما زلت اتفق معك أساس أنه رجل اللي حتى بعد المباراة اليوم يقول أنا هاليوم بعد هذا الفوز الكبير كسبت ثلاث نقاط خلم الخلام اللي يقصد فيها أشياء ثانية أو ما يبيض غط لاعبين أو ما يحط الأعيب لتحت الضغط بس اليوم أنا أتكلم عن معطيات موجودة معطيات موجودة مردود موجود أنا بسألك سؤال المنتخب العراقي اليوم بالشكل اللي شفناه ما يقدر يوصلني هاي؟ لا أبو يخي قولي هي ولا لا؟ قولي إيه عشان احنا بناخد الرئيس أنا قلت يوصل لدور الأربعة أنا حسان ما يقدر يعني أن يوصلني هاي؟ طموحي طموحي هسا حالي أنا فكر أنه نحن ليش طرحنا السؤال عشان نشوف النقطة اللي ذكرتها فخلنا نشوف وين يوصلون أنا واحد أقول لك خلني آخر واحد يعني طرحت أنا السؤال هل هم جاوا لتحقيق البطولة أو لتحقيق الفوز هذه تعتبر لها بطولة؟ لا يعني أنت تتوقع فريق ياي معلي معلي أنت ترى الحين إحنا ما قاعدين نتكلم مع بعضنا على طاولة واحدة نحن نخاطب ملايين مشاهدين نعم أنت حين تبتقولي المنتخب العراقي يستعد استعداد ويا عشان يفوز على اليابان ويطلع من البطولة مثلا؟ وليش أمس قلتو أو أمس والأمس تطرحون أن بعض المنتخبات جات استعداد لكاس العالم وليس للبطولة محطة من المحطات كيف قبلتوها الطرح هذا موجود؟ يا محطة يا كابتن اليوم في فرق داخليا إيايا للبطولة إيايا يتنافس على البطولة كلهم؟ لا مش كلهم فرا فائز واحد في النهاية فائز واحد بيفوز خلنا اليوم دامنا المنتخب العراقي خلنا نشوف هل هو جاء للبطولة هذا سؤال الحين حتى لو ما قال بس أنا وجهة نظري الشباب بأكيد بيجاوبون بس اللي نشوفه في الملعب هي يا إلى البطولة الأداء والعطاء المردود ماله يقول يا إلى البطولة ما تعرف باشر شو بيشتوي أنا عارف انت فكرة القدم ما في علم 100% صحيح بين يوم وليلس أشياء وقت تتغير يعني اللاعب طلع مشاكل إدارية تنعكز ما تعرف بس بالمردود اللي الموجود اليوم سعد سطان بالمردود اللي موجود اللي قدم المنتخب العراقي العراق قادرت سيجي الدام ولا لا أكيد طبعا أولا بسم الله الرحمن الرحيم نبارك المنتخب العراقي على الروح وعلى أداء اللي ظهر فيه طبعا فوزهم اليوم بالنسبة لي ما كان مستغربين أن أمسك أن ترشح المنتخب العراقي أن قوة المنتخب العراقي أن يقدر ياخذ المباراة رغم قوة المنتخب الياباني أمس تكلمنا عن نقاط كثيرة من ضمن النقاط التغييرات الخمسة كل منتخب قاعد يغير خمس لاعبين اليوم المنتخب العراقي والمدرب العراقي غير خمس لاعبين وقدم مستوى جدا مميز هذا بنرجع لها لأنها صارت في قصة في هذا الموضوع أيضا بعد المدرب اليوم فاجأ الجميع أن اللاعبين اللي سجلوا في المباراة السابقة مثلا ميمي أو سامة سجلوا مباراة اللي طافت وكان نجوم المباراة غيرهم اليوم غيرهم في الملعب وشفنا يمنحسين كان نجم ساطع اليوم وقدم مستوى جدا مميز واهد العراق أجمل وأغلى ثلاث نقاط يعني فيه بوادر كثيرة في المنتخب العراقي أنها يصل للبعيد أنه عنده بودلاء قويين عنده مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين طبعا هذا ما جاء من فراغ طبعا أتوقع أن الكابتن عدنان درجال واقف على جميع التفاصيل في المعسكر نهدي هذا الفوز ونبارك له وتمنى إن شاء الله في القادم أن العراق يبني الطموحات الأكبر على هذه المباراة ويقدم نفس مستوى ويقدم المنتخب العراقي نفس هذا المستوى في المباراة القادمة العراق إن شاء الله بإذن الله في النهاية وهذا نقول كابتن بلعك ساني من جوابي على ابنه أنه هذا نقول هل هو راح يكمل بهذا المستوى راح يكمل إن شاء الله كنا أنا واحد من الأشخاص اللي أتمنى أنا لا لا أحد يقول لي أنه ربما كابتن ساعي يتكلم حتى يرفع الضغوط عن فريقه لكنه انتهي اليوم هاي مباراة مباراة العمر لعب المنتخب العراقي لو يلعب لو يكمل على هذا المستوى بس ليش يستبعد أنه يوصلني هاي لا أنا أنا مو أستبعد أنا سأل كابتن حمد أنه هل هو المنتخب العراقي جاي من بغداد حتى يفوز بالبطولة أنا قلت لك أنه من أول يوم المشروع ليس هذه المطولة محطة ربما محطة نعم محطة أنا اتفق معك قدم مباراة كبيرة تاريخية فاز باستحقاق عرف كيف يفوز لكنه من أول يوم أنا قلت أنه هذا مشروع عدنان درجال يقول لك أنا هاليوم مشروع يكسب بس في نهاية اليوم يعني اليوم حمد بيخي أو أنت كابتن سعد يعني مع اشتبعاتكم للمنتخب العراقي أنه يوصل للفاينال أو يفوز بالبطولة اليوم أنا ما أتكلم عن منتخب مغمور أنا أتكلم عن منتخب عنده إرث عنده تاريخ فايز البطولة قبل معظم البطولات اللي كان يدخلها ينافس عليها يعني اليوم نحن ما نقول شيء يديد أو فيه مفاجأة لأفاز المنتخب العراقي بالبطولة بس اتكلم بالنقطة مهمة جدا كابتن حمد لما نقل لك أنه في كأس الخليج كان فقط أربع مغتربين وفاز بالبطولة اليوم أربع محليين فقط والباقي كلهم مغتربين يعني إذن هذا يثبت لك أنه خلي ورغم هالشي ينتقد كأساس في العراق أنه مختار مغتربين أكثر من المحليين دائما دائما كل اللي دايسير هسا على كأساس أنه أنت مختار المغتربين أكثر من المحليين لكن هذا الموضوع لربما نقدر نتكلم به بعدين لماذا المغتربين وليس المحليين